ترأس وزير الخارجية سامح شكري ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن جاسم الفان ترأس أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين بالدوحة وقل في تحي أعمال اللجنة العليا نقل شكري تحيات الرئيس عبد الفتاح أسيسي لأخيه صاحب الصمو الشيخ تميم ابن حمد الثاني أمير دولة قطر وتمنيات سيادته لدولة قطر حكومة وشعبا بدوام الرفعة والتقدم وأكد شكري على ما تتيحه اللجنة من فرص هام تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين من جانبه رحب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر بنعقاض الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين والدور المأمول لها في الوصول بمستوى التعاون الثنائي لآفاق المتميزة وفي ختام عمل اللجنة تم التوقيع على مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة بين البلدين